الشيء الثاني الأمور تحسنت كثيرا بالنسبة النادي الزمالك ليه تحسنت هل التغييرات فقط ولا كمنظومة في حصل تعديل كبير؟ السببين؟ هنبقى يعني إيه نيجي لجزء الزمالك عمل الهومورك وجزء تاني أن توقيت المباراة نفسها بالنسبة للأهلي ما بعد الفوز ببطولة أفريقيا الأهلي ما بقاش دايس بنزين وحاسم لقب الدوري كمان وحاسم لقب الدوري لقال عموما ما بقاش دايس قوي يعني فيه جزء من الموضوع الواقع ما كانش دايس الأهلي؟ أه لا ما كانش جازس الأهلي لو اللعبة السببينة الأهلي كانت أسوأ وكانت ممكن تخلي النتيجة أكبر من كده بكتير لو الأهلي بيلعب شراسة أكبر لو مفيش غيابات زي مثلا مروان عطية لو موجود حيسمح بالتأميرات أكتر في العمق أنا في رأيي أنا أن الأهلي ما كانش بيبحث عن سكور هممكن سكور جي بظروف المباراة لكن المباراة كانت لغاية تديها الوقت الضائعة تلاتة واحد الأهلي ما كانش بيحرص أن هجماته تتقل للأمام بسرعة ولا الضغط العالي كان بدأ يخف حاجات دي وجزء الثاني الزمالك حسن من أهم نقطة اللي هو استرجاع الكرة الزمالك كان فقط خالص استرجاع الكرة تعال نشوف أول صورة استرجاع الكرة عند الفرقين الفرق بتكسب الكرة إزاي؟ حنشوف كده أرقام الزمالك لعب الزمالك بشكل فردي مقارنة بأرقام الأهل بص يا كريم أعلى لعب الزمالك محمد عبدالغاني تسعة ولكن الناس تتركز معنا أن التاكل أو اللي تخش أن أنت تلتحم والانترسيبشن أنت تقطع الكرة في الطريق أو كذا قليل في أغلب أرقام الزمالك بص هنا تسعة وتمانيات أرقام قليلة جدا 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 والأرقام بتاعة التاكل والانترسيبشن اللي هي تديك معنى الشراسة وأنت تقطع الكرة إصفار واتنيات وبص هنا في الأهل الأرقام عاملة إزاي؟ تمنتاشر وبص أرقام القطع الكرات ستة والتاكل اتنين اربعة تلاتة اتنين الزمالك فيها حاجات كتير صفر نيجي بس عشان نركز على الزمالك عشان نتكلم عن اللي هتحسن في الزمالك الشروط التاني هات صورة الزمالك لوحدها الصورة اللي البعدها عشان نركز في نقطة احنا شفنا المقارنة الأرقام في تباين كبير من ثالث لاعب في زمالك قطع كرات عمر جابر اللي نزل للشروط التاني قطع الكرة ست مرات منهم ثلاثة قطع الكرة وهي في الطريق واتنين تاكل اللي هو فيه عيب بقدة يخش يشترك والتحم مع الخصم ويطع الكرة مين ظاهر في الجدول رغم أنه لعب عدد دقائق أولايل جدا يعني لو استغنين محمد عبدالغاني اللي هو تسع كرات كلهم بس بجرد بيلم الكرة التانية عمر السيسي عامل خمس كرات عمر السيسي لعب وخرج بعد الإصابة في الكرة المعهاني يعني احنا بتتكلم في اتنين لعيبة نزلوا الشروط التاني قطعين الكرة 11 مرة شكبال اللي لعب الشروط الأول قطع الكرة مرتين انت بتتكلم ان سيد عبدالله كل المجموعة اللي كان بتشارك في المباراة من البداية ما قطعتش كرات أساسا اللي هي لعبة مجموعة خط الوسط لا انت بتقطع الكرة ولا بترتد أساسا تعال نشوف ده بالحالات ان مجرد لعيب بيلتحم بيقطع الكرة بيرتد المكانه أمن للزمالك منظر أفضل يعني نشوف لقطات سريعة كلها سواني يعني سواني كده عمر جابر بيلتحم بيعمل تاكل بيرجع يعني هنا الحاجات دي كلها بكتش موجودة الشروط الأول يعني هنا بص عمر هيخش معه حيقطع الكرة بتاكل علي بالك اللي عبت زمالك في شروط الأول مثلا الكرات المقطوعة من طريق التاكل دي كانت عبارة عن كرة واحدة طول الشروط الأول عمر عمل الكرة دي مثلا مرة واثنين وقطع أكتر من كرة مثلا اللي هو بدأ يشترك حتى الكرة اللي ادقى لنضاي اللي نضاي أهضرها أطحها الكرة هنا عمر بيقطع الكرات ما انت قبل ما تفكر ان انت تهاجم وتجيب جوني ازاي وتقول انا اعتمدت على زيزو وشيكبالا وفاتوح يصنعه الفارق فكر الأول ان الكرة هتكون في رجلهم ازاي انت الكرة في رجل الآخر بالوقت هنا عمر السيسي حتى مثلا احنا انتقضناه في لقاء في يوش عشان كان يطلب منه أدوار هجومية بس النهاردة هو نازل يغطي في الناحية الشمال شوف مع فقد الكرة بص الارتداد السريع محدش كان بيرجع في زمانك الشوط الأول هو مش تميز هنا كبير لعمر جابر والعمر السيسي قد ما هم عملوا الطبيعي للعب بيقدر يسترجعوا الكرة ببساطة قبل ما تفكر تجيب جون أهم حاجة الأول تاخد الكرة عشان تبقى فرجلك